السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلكم كل يوم فيديو جديد نتكلم في هذا الفيديو عن كيف أتكلم عن نفسي وعن حياتي في اللغة الإنجليزية من خلال هذا التدريب تستطيع أن تتحدث بكل سهولة عن نفسك وعن حياتك بشكل عام تابع معي نهاية الفيديو نتعلم الكثير من المعلومات التي تتعلق بكيفية التحدث عن أنفسنا باللغة الإنجليزية ممكن شخص يسألني talk طبعا لا تلفظ لا أقول talk Talk about you تحدث عنك أو عن نفسك and your life وعن حياتك Talk about you and your life My name is أحمد على حسب الاسم اسمك أنت My name is وأذكر الاسم ممكن أقول My name is بس دائما المختصر الأفضل باللغة الإنجليزية My name is أحمد يعني اسمي يكون أحمد أو اسمي أحمد I'm from Syria أنا أكون من سوريا أو أنا من سوريا I'm from Syria أو نقول I'm Syrian أنا سوري يعني هنا استخدمت باشرة أنا أكون سوري استخدمت الجنسية لو عدنا سيريا سيريان لا أقول I'm from Syrian إذن دائما بعد from استخدم اسم البلد إذن country لكن بعد فعلكم استخدم ناشنالتي إذن الجنسية I'm from Syria I'm Syrian أنا سوري I'm a taxi driver أنا ساق تاكسي I'm a teacher أنا معلم I'm a farmer أنا مزارة I'm a worker أنا عامل وهكذا من المهل لكن أبدأ I'm أضع أ أو أن على حسب يكون الكلمة التي بعدها إذن بدأ بحرف صوتي أو لا I go to work by car أذهب للعمل بالسيارة بوسطة السيارة I go to work by car نصلا نقول buy food يعني بالأقدام أو سيرا على الأقدام buy car يعني بوسط السيارة buy food يعني سيرا على الأقدام buy train يعني بالقطار buy plane بالطائرة وهكذا buy ship بالسفينة الحسب وسيلة النقل التي أستخدمها للتنقل لكن أستخدم قبلها buy buy يعني بوسطة أو عن طريق I go to work by car I have three children مثلا يسألني how many children do you have كم من الأولاد لديك I have three children إذن عندنا من كلمة child لاحظ child طفل children إذن أطفال their names يعني أسماءهم للأطفال كالد خالد نضع فاصلة سامر و سامر and ماري و ماري إذن لاحظ لا نقول أحمد and سامر and ماري فقط آخر اسمين أضع بنتهم and قبلها أضع فاصلة their names كالد سامر and ماري my names أحمد I'm from Syria I'm Syrian I'm a taxi driver I go to work by car I have three children their names كالد سامر and ماري my brother's name is Zain اسم أخي هو Zain يعني لاحظ هنا عندنا بصرفي C ممكن شخص يقول هذه is وهذا خطأ لاحظ مثلا أقول brother أخ عندما أقول أخي أضع my my brother أخي نريد أن أقول مثلا سيارة أخي أضع car أضع بصرفي S هل نسميه S الملكية my brother's car يعني سيارة أخي أيضا بدل كار نوضعنا name my brother's name يعني اسم أخي إذن هذه نسة is لماذا؟ وضعنا بعدها is لا سيارة نقول my brother's name is Zain إذن هذه اسم الملكية my brother's name is Zain يعني اسم أخي يكون Zain وغير أنت غير مثلا تقول my friend's name اسم صديقي my sister's name اسم أختي وهكذا لحسب الجملة التي تريد أن تقولها لكن حنا نتدرب كيف وشكل جملة my brother's name is Zain وغير الاسم براحتك I مثلا تسألني where do you live أين تعيش where لاحظ يسألني where do you live where do you live أين تعيش نحذف where نحذف do نبدأ من عند you حوالي I live كما هي I live أنا أعيش أو أعيش in a big city في مدينة كبيرة لاحظ الصفة تأتي قبل الموصوف لا أقول in a city big إذن خطأ أضع الصفة دائما قبل الموصوف أو الشيء اللي أريد أن أصفه I live in a big city أعيش في مدينة كبيرة near يعني بالقرب the bus station بالقرب من محطة الباس إذن لاحظ station دائما أربع حروف هذه الأربعة T-I-O-N الفضها the bus station إذن بالقرب من محطة الباس near ممكن أقول far بعيد عن far the bus station إذن نقول قريب near the bus station far the bus station my father's a doctor أو my father is a doctor يعني أبي طبيب هذه is ممكن أقول my father is a doctor أبي طبيب أو حسب المهنة التي يشتغلها my father's a doctor إذن لاحظ أبوستر في S هذه S الملكية لكن هذه is لاحظ لأنه جملة ما فيها فعل يجب أن نضع فعل I have a white car لدي سيارة بيضاء I have a white car لاحظة ال H لا تلفظ أيضا الصفة لاحظ قبل الموصوف ما هي صفة السيارة إذن بيضاء لا أقول I have a car white إذن أضع a white car I enjoy reading short stories أنا أستمتع بقراءة القصص القصيرة I enjoy reading short stories نحفظ enjoy يستمتع دائما بعد enjoy يأتي الفعل مضاف إلى ing I enjoy reading I enjoy playing I enjoy writing وهكذا إذن دائما بعد enjoy يستخدم الفعل مضاف له ing إذن يصبح جراند يعني اسم فاعل I enjoy reading استمتع بقراءة لا أقول I enjoy read I enjoy reading I enjoy playing إذن تصبح read يقرأ reading قراء play يلعب playing لعب write يكتب writing كتاب أو هكذا أيضا الصفة كما قلنا قبل الموصف لا أقول I enjoy reading stories short إذن short stories My brother's name is Zain I live in a big city Near the bus station My father's a doctor I have a white car I enjoy reading short stories لاحظ story story قصة نحذف Y ونستبدلها بحرف I ونضيف ES stories إذن تصبح قصص مثلا يسألني how old are you إذن كم عمرك how old are you البعض يخطأ طبعا نعرف دائما you أحولها إلى I لكن لا أقول I are I am أبدأ الجملة ب I am I'm 20 years old I'm 20 years old على حسب العمر وضع years old يعني عمري عشرين سنة I'm 20 years old أو مباشرة بدون ما أستخدم years old مباشرة أقول I'm 20 I'm 30 على حسب العمر أو تريد أن تقول مختصرة I'm أو تقول I am 20 أيضا صحيحة أو تقول بدلا عن I'm أيضا تستخدم I am 20 years old إذن جميعها صحيحة لكن الخطأ هذه الجمل خاطئة يقول مثلا عندي عشرين سنة I have 20 years إذن هذا خطأ لماذا سأني بفعل كون يجب أيضا أن أجيب بفعل كون لا أجيب فعل ملك إذن سأني are أجيب be am لماذا I تأخذ am لا أقول I have 20 years هذا خطأ ولا أقول I have 20 عند عشرين أيضا هذا خطأ لماذا هذا فعل كون بالسؤال الإجابة يجب أن تكون أيضا فعل كون أيضا لا أقول I have 20 years old لدي عشرين سنة إذن هذا خطأ لا أقول I have 20 years old أو أقول I have 20 years I have 20 إذن فقط أقول I am 20 years old أو أقول I am 20 لماذا يا أستاذ لأنه سأل فعل كون يجب أن تكون الإجابة أيضا بفعل كون نعرف أفعال كون هي am is are you you نستخدم معها are I نستخدم معها am ننتبه لهذه الملاحظة إذن عندما أتكلم عن نفسي أقول my name is مثلا أحمد I am 20 years old I am from على حسب البلد اللي أنا منه أو أقول I am أذكر الجنسية مثلا I am a taxi driver I am a farmer على حسب المهنة اللي أكون بيها I go to work by bus by train by car وهكذا إذن أحسب المهنة أو الشخص اللي يتكلم عن نفسه إذن من خلال هذا الجمل أتدرب عن كيفية التحدث عن نفسي وكيفية تقديم نفسي للآخرين بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلم فيه عن كيفية التحدث عن نفسي وعن حياتي بشكل عام في اللغة الإنجليزية أتمنى أن أقدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته